هذه الدنيا فانية هذه الدنيا راحلة هذه الدنيا لن تبقي على أحد من المخلوقات لا يخفى علينا يا عباد الله أننا في لحظة أو فجأة موت سنترك هذه الحياة الدنيا بما فيها من مناصب وأموال وتركات وعقارات فلماذا لا نعتبر دنيا حقيرة دنيا فانية نام عليه الصلاة والسلام على حصير وهو أفضل خلق الله على الإطلاق نام على حصير ثم قام وقد أثر الحصير على جنبه الشريف فقال له الصحابة يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فراش فراش من أجل أن يقي جنبه الشريف فاسمعوا ماذا قال قال ما لي وللدنيا ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استضل تحت شجرة ثم راح وتركها